أخيراً وانتهاءاً قبل ما نروح لفقرة الصحافة خلينا نقف قدام ما يخص النادي الأهلي حيان نبارح ناس كتيرة جداً 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 شايفة إنه فيه مشكلة كبيرة جداً وإنه الأهلي خسر وإنه فيه دراما وفيه مشاكل كتير يعني أنا بصراحة مش شاف الموضوع كده خالص أنا متفهم تماماً إنه أكتر حاجة مدايقة جمهور الأهلي هو إنه القصة مش قصة فوز أو هزيمة مع الوضع في اللي اعتبر إنه جمهور الأهلي لا يقبل الهزيمة أبداً ولكن اللي دايق قطاع الأكبر من جمهور الأهلي إنه مش ده الأهلي اللي احنا نعرفه مش ده الأداء المنتظر ومش ده الشكل اللي احنا منتظرين نشوف ندينا عليه وهم محقين تماماً في ده وزيدك من الشعر بيت دين المرات النادرة اللي أنا شوف فيها من ساعة لما وعيت على الدنيا وشجعت كورة وحبيت كورة اللي شوف الأهلي يكون نازل لقاء بشكل من أشكال الثقة الزايدة يعني حتى الأهلي في جيله العظيم بتاع متعب وتريكة وبركاته والجمعة والحضري وشوقي ومعوض وجيل ده كان دايماً يقول لك احنا بننزل كل مطش باحترام وتقدير شديد للمنافسين وعلى رأسهم الزمالك حتى لو كانت الفارق ما بين الجيل ده والزمالك في وقتها كبيرة جداً لك لا مطفقة الزمالك احننزل مركزين واحتمين منافس الزمالك ده فرقة كبيرة احنا في أي وقت معرضين ان احنا ممكن نخسر قدامهم عشان كده كان فيه تقفوق كاسح للجيل ده امام الزمالك لان هما طول الوقت عندهم احترام للكرة وتواضع قدام الكرة مع ان هما ايه ده كل واحد فيهم يعمل فرقة لوحده دي من المرات الندرة اللي شوف فيها فرقة الأهلي نزلة بإحساس بثقة زيادة ودي اكتر نقطة على فكرة واقف عندها جمهور الأهلي ودي يمكن وضحت في اكتر من قصة او وضحت في اكتر من لقطة تقدر تشوفها من اللقطة مثلاً بتاعت الكعب بتاعة عيحي عطيته الله للكعب بتاعت امام للاحتفال ده بتاع رامي ربيع مع ان كان ده لسه مثلاً عمر كعبد الواحد ده مش لعيبة اللي عمرها مثلاً بتعمل اللقطات دي يعني دايماً عمر كعبد الواحد معروف عنه انه بيجيب بلنالتي او حتى لما بيضع بلنالتي بيسجد يعني هو ما عمدوش حاجة تانية بيعملها غير انه بيسجد فقط لغير او مرة حتى شوف عمر الكمال بيعمل كده فدي لقطات الكعب ده على الكعب ده على اللقطة دي توري لك تديك احساس ان اه لا لعيبة الاهلي كانوا ممكن فيه حتة ثقة زيادة لان الورق كان بيقول والحسابات النظرية كان بتقول ان الاهلي متفوق عن الزمالك قبل بداية هذا اللقاء ولكن عوادتنا الكرة بشكل عام ولقاءات الاهلي والزمالك بشكل خاص انه مفيش حاجة اسمها حسابات نظرية الحسابات العملية في ارض الملعب هي اللي في الاخر بتنصف ما نجتهد واللي كان عنده الرغبة الاكبر في الفوز وده اللي حصل ان برح في اللقاء ولكن مع كل بقى الكلام اللي انا بقوله ده انا شايف ان ربا ضرت النفعة انا شايف ان اللي حصل السنة اللي فاتت او اللي حصل في الماتش اللي فات ده شبيه جدا باللي حصل السنة اللي فاتت وعشان نكون بس بنتكلم بشكل انساني وما نبقاش بنتكلم بشكل بلاستيك ومعلب فرقة السنة اللي فاتت اكلت الاخضر واليابس في مصر وافريقيا سوبر على كسع على دوري على دوري ابطال افريقيا على برونزية على من الاندية على 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 طبيعي ومش اقولك منطقي لانه مش منطقي بس طبيعي للنفس البشرية ووارد الحدوث انه يحصل هزة يحصل اخفاق يحصل اكتفاء بالبطولات وتشبع ده وارد ان يحصل لأي بني آدم بعد وصوله للقمة ليه بقولك بقى بشرة خير وليه بقولك ربا ضرت النفعة لان لما ده يحصل في بطولة من لقاء وحيد زي السوبر احسن ما يحصل مثلا في دوري ابطال افريقيا احسن ما يحصل في الدوري الممتاز احسن ما يحصل في بطولة كبيرة اكبر من السوبر الافريقي ساعتها هيبقى الزعل اكبر والندم اشد لكن لما تحصل في بطولة زي ما حصل لانسان الفاتح قدام احتحاد العاصمة ويبقى عندك من الوقت والمتسع الوقت البطولة دي خلصت تنبارح انت لسه عندك بقى ايه لسه عندك من دلوقتي لغاية السوبر المصري اللي هو ان شاء الله هيتلعب فيه نص عشرة قدامك مثلا اسبوعين ثلاثة وبعاكات خش على الدوري بعدها بتلات اسابيع والاربع اسابيع فانت عندك متسع كبير من الوقت تقدر تلم نفسك وتحس وتتدبر الدرس وحكمة ربنا سبحانه وتعالى من هذه الخسارة عشان تلحق تخش لموسم والبطولات الاجبر بمنتهى القوة بمنتهى الاحترام للمنافسين بمنتهى الاحترام والتواضع امام الكرة زي ما عملت السنة اللي فاتت بالضغط بعد خسارتك من اتحاد العاصمة عشان كده زي ما بقول لحضركم انا شايف ان ربما تكون هذه الخسارة نقطة ايجابية وتحول ايجابي تماما في موسم الاهلي وبتدي جرس انظار في وقته اللعبة الاهلي والجهاز الفني للاهلي عندهم من خلاله متسع من الوقت ان هم يقدروا يلملموا اوراقهم ويرتبوا اوراقهم ان هم يبتدوا الموسم اللي جاي بمنتهى القوة بعد هذه الخسارة يمكن دي اكتر المشاهد المهمة جدا اللي الواحد وقف قدامها في لقاء الامس او بعد لقاء الامس لقاء الاهلي والزمالك اشتركوا في القناة